موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غزى سيدنا عقيل ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه غزوة حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى زوجه إلى البيت وقال لها غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهينا قالت فما أتيت لنا المرأة الآن تنتظر زوجها هي قاست في غيابه شظف العيش وقلة المؤونة وفقدان الرجل هذه الفترة حتى ذهب وغزى ورجع فأخرج إبرة من جيبه وقال لها خذي هذا هذه المخيط قالت هذا الذي أصبته قال خذيه وإذ بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا من أخذ شيئا من الغنائم فليرده وإن كان مخيطا فليرده سيدنا عقيل قال لزوجه هاتي الإبرة وردها قالت وهذه أيضا قال وهذه هذا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرجل في بيت أهله راع ومسؤول عن رعيته أمانة والمرأة في مال زوجها راعية في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن أمانتها الآن لو ذهبنا الآن إلى الموظفين الموظف في وظيفته راع وهو مسؤول عن هذه الأمانة الرجل الذي ذهب ووظف في المدرسة هو راع على ولدي وعلى فكره وعلى المقرر وعلى ماذا يدرسه وكم المقرر الذي يجب أن يدرس ومسؤول عن أمانته إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أو ضيع إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها الأمانة هنا هو بالمعنى الأكبر وحديثنا اليوم عن الأمانة بالمعنى المصغر آية المنافق أربع إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر في حديث آخر أيضا في الصحيح آية المنافق الثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إخلاف الموعد وإذا أتمن خان صفة من صفات المنافقين الخيانة لو سألنا بعضنا الآن من الخائن لاتبادر الناس جميعا الخائن الذي يخون وطنه الذي حكامنا الذين يأكلون أموال البتر والذين يأكلون أموال كذا الذين الحديث عن انتقادات الناس حديث مريح للنفس ولكن الذي يجب علينا أن نقف عنده أن نقول نحن هل نحن خونا أنا مدرس عندما ينتهي العام الدراسي وأنا لم أنتهي من المقرر إلا الربع هل أنا خائن خرج هذا الطفل من بين يدي وكان أمانة في عنقي فخرجت هذا الطفل ولم يفهم ولم يقرأ ولم يقرأ مقرر سألني أستاذ إلى أين الامتحان أقول له من المأخوذ فقط ونجحت الولد المدير صار حازما حاسما لا يصبح للأستاذ بالخروج يصبح لموظفي بالخروج لا يصبح بالتسيب فأبغض فجعل ينظر نفسي لماذا أكون شخصيا مبووظة أمام الناس خليني بالشخصية المريحة فلت لهم الحبل على غاربه خذوا راحتكم واذهبوا وخرجوا وقتوا خان الأمانة من أجل أن يشتري وأن يكتسب ودهم هو خان الأمانة فقط من أجل أن يشتري ودهم لا يكون منبوذاً والناس تحب التسيب تحب الذي يضحك في وجوههم تحب الذين يحبون الذي لا يعاتبهم إن تأخروا ولا يحاسبهم إن تسيبوا هذا أمر معروف ولكن أين الأمانة إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى أين الأمانة في أولادي تركت لهم التلفاز في البيت وفيه كل شيء تركت لهم الإنترنت وفيه كل شيء تركت لهم ولم أضع حاجزاً لأبنائي يا إخوتي في عندي أشد من هذا عندي أشد من هذا بكثير إذا ولدي يتابع رجلاً يدعي العلم أو يدعي التقوى يدعي التمسك يجب علي أن أذهب لأبحث عن هوية هذا لأن ولدي لو غرق بالخمر والسكر والعصيان على أنه أمر شديد وعظيم فهو أقل سوءاً من الذي يعبد الله تبارك وتعالى من غير معرفة وبإساءة يعبد الله تبارك وتعالى وراء من سوق له الديب بصورة شريس وسيئة وحمقاء ودين مشوه والعياذ بالله تعالى أين أمانتي تجاه ولدي أين أمانتي تجاه بنتي بنتي تذهب إلى المدرسة وهذا يأتي أنا أذهب إلى عملي أنا عندي أمانة زوجتي عندي أمانة أبنائي عندي أمانة فأين الأمانة في هذا إذا راجعنا الحسابات فسنجد للأمانة أحوالاً كثيرة يجب علينا أن نراجعها آخر مثال أذكره في بلدين عربيين أجري هناك استبيان عن الموظفين كم يدوم الموظف في معدل دوام الموظف في اليوم الواحد في البلدان في بلدين عربيين لو قلت نسبة لقيل لي إنك بالغت ولكن لست أنا صاحب النسبة هذا الكلام يقوله من أجر الاستبيان إحدى البلدان 35 دقيقة في اليوم والبلد الآخر 28 دقيقة في اليوم قد يقول لشخص هذا كلام غير منطقي وكلام غير واقعي أقول لك أنا لا أتكلم عن الموظف الذي يجلس وراء الطاولة أنا أتكلم عن الموظف الذي اشتغل هذا الفترة وأنجز ماذا أنجز خلال اليوم منجزاته تحتوي على 35 دقيقة فقط وماذا بقي ثم بعد ذلك ننتقد الحكام ننتقد المؤسسات أنا لا أقول لا تنتقدوا لكن أقول تعالوا لنوجه النقد قليلا إلى أنفسنا لنرقى بوضعنا تعالوا لنقول ما هي مؤسسات الدولة هي أنا وأنت وأخي وأخوك تعال لننهض بهذا لنكون إن شاء الله ممن حمل الأمانة وأدى الأمانة كما ينبغي اللهم خلقنا بأخلاق الإسلام والحمد لله رب العالمين